بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي وحبتي في الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي طبعا ديك المسبحة مسبحة امي والمسبحة الثانية 6800 كانت مسبحة دي وها اليوم احنا اتممت ان شاء الله كملنا قرأت سورة البقرة والحمد لله رب العالمين اليوم دي يكون لك درس شوي مركب شوي مركب بنت اتكلم عن الاخوة الذين عندهم تعطيل يعني تابوا الاخوة الذين لهم باستغفار تابوا تركوا الدنوب في عندهم تعطيل نتكلم عن سورة البقرة اربع مرات نعم اربع مرات سورة البقرة وهي الرقية التي تبطل كل الازحار التي موجودة عندك لكن خلينا ندخل اسا شوي في عنا قصة وفي عنا اخت كانت ان نذكركم فيها كانت لا تستطيع ان تستغفر كانت بصعوب تستغفر فهي اليوم مستغفرة نعم هذه اخت اظن جزائرية تسكن في المانيا يمكن استم نشوف استم نشوف لحظة بس وعنا رؤية عن الاعداد الاستغفار فا اخت كانت تتساءل فرأت رؤية في الاعداد طبعا الحمد لله هذا صار من وراء ظهرنا بس جميل ان الرؤى من المبشرات الرؤى من المبشرات نسمع الرؤية ونسمع القصة وننطلق ان شاء الله مع الاستغفار وسورة البقرة ان شاء الله ماذا يوجد في اربع مرات سورة البقرة كنت ده افتح موضوع اخر لكنه في يعني هل اذهب الى الرؤية ولا اذهب الى اربع مرات سورة البقرة هذا اللي ده ابين ان شاء الله دقيق ان شاء الله نسمع ونستمر قلت لك الدرس مركب قليلا كونوا معي دقيقة نعم جميل ان نقرأ هذه القصص جميل لانه هاي القصص اليوم وصلت اعلموا يقينا ان قصصكم مع الاستغفار ستلهم غيركم بملازمة الاستغفار وسيكون اثرها قوي جدا على الناس في محيطك و وروايدا روايدا على الامة كلها لا تبخل ان تكتب قصتك ليستفيد غيرك طبعا هنا القصة هنا سبحان الله عنيت عنيت لحظة شوية ضبط الكاميرا نعم سبحان الله عنيت من الم فترة طويلة قرابة ثلاثة اشهر وتعالجت في المستشفى وكل التحليل تظهر سليمة ولكن لا زال الالم موجود ساءت نفسيتي واذا بي ظهر لي مقطع للاخ محمد احجازي عن الاستغفار ومنذ ان لزمت الاستغفار تحسنت صحتي كثيرا واصبعت اقوى واشعر برضا تام اللهم لك الحمد نصيحتي لكل محزون او مريض او مديون او ايا كان همك الزم الاستغفار وثق بوعد الله وستفرج كل همومك ان شاء الله اه نعم هنا في سؤال لماذا لا تتحدث عن الاستغفار بالذكر المضاعف فقد قالوا انه الذكر المضاعف اعظم اجرا اه لانني لم اعيش الذكر المضاعف حتى اتكلم عنه لكنهم لكنهم يتكلمون بكل شيء وبدون ان يبينوا ثمار الذكر المضاعف اه اخوتي الكرام هناك قراءة الكران فيه وحسنات وكل شيء فيه حسنات وكل يعني عمل صالح فيه وحسنات لكن اه الحقيقة هل انا االزم الذكر المضاعف الذكر المضاعف انا بالنسبة اللي انا لا ادري صراحة لم اعيش الذكر المضاعف فاذا يريد شخص ما يعيش الدكر المضاعف ثم يقول لنا ماذا وجد الرسول عليه السلام كان يكلم اصحابه ومن حوله ونسائه امهات المؤمنين عليه افضل الصلاة واتم بالتسليم كانوا ما كانوش اصحاب ذنوبك كمثل هنا فكانت يعني كانوا اضخار كانوا ما شاء الله تبارك الرحمن يعني يجمعوا فقط حسنات نعم كانت سيئاتهم يعني لا تعد ولا تخصص عارفوا الله فاتقوا الله كانوا متقين كانوا يخافوا الله فكانوا جاهزين لتقبل كل الحسنات وكل الاجور لكننا نحن علينا ان نطرق باب الله من خلال الاستغفار نحن مش بالاجور نحن طلب المغفرة اولا نحن نطلب المغفرة بش الاجر هذا كاجر يعني وصلة الفكرة ان انا بدي اطلب اوليش المغفرة عنشان يغفر الله لي بطلب الاستغفار استغفر الله استغفر الله أستغفر الله هكذا فإذا أنا بدأ ردد أنا وكني أطلب أجور وأنا لست مستغفر بعد على هذه الدروب التي اقترفتها سنين مضت هذا ما أقول فإذا شخص يقول يقول بما وجد تطبيق طبق الكلام عاش الاستغفار المضاعف يعني شو أنا استغفار المضاعف أستغفر الله الذي لا إله إلا أستغفر الله عدد خلقي وريضة نفسي وزينا تعرشوم دا كلماتك مثلا أستغفر الله ملء السماوات استغفر الله عدد ما في السماوات أدران استغفر الله عدد محصة كتاب استغفر الله ملأة محصة كتاب هذا مثلا هذا مضاعف مثلا أو استغفر الله الذي لا إله 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 حيقي ومتبلي عدد خلقي ورد نفسي وزين التعريش هذا مثلا مضاعف هذا أجر كالذي يقرأ سورة قل هو الله أحد ثلاث مرات فله أجر ختم القرآن فهل انجد الأمر هكذا بالزبط هل هو بالزبط هكذا ولا في أجور أخرى أجور أخرى في قراءة القرآن يعني أنا أقرأ القرآن كله أخدمه ختمي في مثلا ختمي كاملي وفي شيء آخر في الثلاث مرات طبعا في أشياء لا يمكن يستوى يعني مثلا إذا جلست بين الفزر والشروق بين الفزر والشروق فمن جلس داكرا لله كل الوقت داكرا لله بهذا الوقت قراءة القرآن استغفار الصلاة على رسول الله ذاكر لله في هذا الوقت بين الفجر بعد صلاة الفجر إلى الشروق وحتى ارتفعت الشمس تقريبا بعد الشروق 15 دقيقة ثم صلى الركعتان وكانهما أجره كانهما عمرتان أو عمر وحج هل يعني وعن جد هوه بالضبط وكأني رحت على الحج ذهبت إلى الحج وأديت فريضة الحج ولا إلها يعني وكأنه شيء الله بيعطيك ياته ولا يسقط الشيء الآخر لا يسقط الشيء الآخر أول شيء بدأك تعمل الحج بالله صراحة يعني أنا ممكن أفوت على هذا الموضوع يعني أنا بدأ أوقف بطول الدرس ولكن لما أنا بدخل على هذا الموضوع يعني وكأني أول إشيء لازم أشتغل اتخيل إنه في المؤسسات الحكومية مثلا بقول لك يوم الجمعة في الشغل بس إلا بيشتغل هذا اليوم يوم الجمعة ويوم الأحد أو كذا إلو ساعة ساعتين لكن هو لازم يشتغل أول إشيء أول إشيء لازم يكون يعني هو عامل بيعمل في هذا المجال في هذه المؤسسة هو يعني معتاد على الاستغفار أو كذا لا ربما فخلينا نفهم الموضوع جيد جدا ونطبقه على ماذا وجدنا كل إشي طبقه على ماذا وجد في الدنيا في الدنيا الأجور بالدنيا وأجور أعظم بكثير في الآخرة توبة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا نعم الآن أنا أريد أن أتقل يعني أنا لازم أول إشيء أكون من المستغفرين الذين قد لربما أمطر الله لزاهم السماء وبدأت أنا يعني في مرحلة أخرى من حياتي مع الله مرحلة التقوى مرحلة القرب هكذا والذي بدأ يصبح غريب لربما الله أشغله مثلا في قراءة القرآن في حفظ كتاب الله فعندما بدأ يحفظ كتاب الله فهو ليس عنده وقت مثلا الاستغفار هذا الكثير لربما الله يعطي أجر الاستغفار هذا هذا الاستغفار المضاعف نعم لربما إنسان يشغل مثلا في أمور بالعبادات طبعا نعم حفظ كتاب الله لربما هو يعيش آية مثلا آية صورة البقرة وخف عنده ورد لربما الله يريد أن يعوضه في هذا الحديث وكله بالآخر تصديق ونكثر نعم أعتذر طالي الكلام على هذا السؤال لأنه تردد كثيرا نسمع القصص وننتقل إن شاء الله فكل من يتكلم قالوا هاي قالوا بطلت تنفع وجدنا قالوا إنه الورد الاستغفار مضاعف أو الورد مضاعف بدنا نعيش طبق كما طبقنا في الاستغفار كما طبقنا سورة البقرة كما طبقنا الصلاة على رسول الله كما طبقنا صلاة في تكبيرة الحرام الأولى كما طبقنا قيام ليل طبق عيشوا ثم ائتي لنا وقلنا ماذا وجدت إذا كان ترتيبك صحيح سترثم نار ما وعد الله وما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل إنه هنا آخر إن شاء الله يقول السلام هذا اليوم كمان طبعا شوه اليوم تاريخ نعم اليوم 15-4 2024 السلام عليكم إخواني إني مداوم على الاستغفار من 7-11 2023 وصلت أكثر من 3 مليون استغفار أرجو من الله أن يتقبل مني واغفر لي دنوبي ما شاء الله تبارك الرحمن الله مزيد وبارك طيب هنا آخر يقول أنا كنت مع الأخ محمد إحجازي من تقريب سنة ونصف وبلشت أستغفر لحد خمس شهور أو أقل شوي بعد ذلك ربنا فتحها علي ربنا فتحها علي نعم أعتذر أنا فكرت حالي وقفت الكاميرا أعتذر عمال أشوف كمان مرة أنا فكرت حالي وقفت الكاميرا طبعا المسبحة يعني أمي تقريبا تستغفر باليوم 20 ألف استغفار الحمد لله رب العالمين المسبحة الزرقائية مسبحتي طيب إسا الآن نسمع القصص سماعيا في عنا رؤية بتكلم على عدد الاستغفار الكثير إنه هو الأفضل وعنا أخت كانت كنا نزلنا قصتها في الماضي لم تستطيع أن تنطق الاستغفار شيطانها يمنعها نعم عندها مس عاشق لربما منحها من الاستغفار وهي الآن تتحسن الحمد لله رب العالمين سنسمع صوتها هي تستغفر وقصة أخرى في قصة جميلة جدا جدا عن الاستغفار لأخت عندها ولد خلينا نبدأ بالقصة وبعدين نرجع للأمور الأخرى بدنا نبدأ بالقصة أول أفضل عشان نختصر الوقت الفارحة الجيل اتصلت علي أخدت أستاذة جامعية أي الحمد لله تعرفنا عليها من خلال هذه الصحبة الصالحة تقول والله لمدة 23 عاما لم أرى راحة ولم أرى طعم لرمضان ألا في رمضان هذا التزمة والاستغفار وسورة البقرة وعبادات كلية واتجهة الله سبحانه وتعالى اتجاه السليم فسبحان الله تخبرني بأنها لديها ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة تجلب له علاج من أمريكا ومن الأمازون وما أعرف شنا عن هذه الطرق يصرها العلاج للبيت يعني هي مرتبة علي الحمد لله فتقول بأنها تجمع كل ثمانية مليون سبعة مليون وترسله وتجلب لها العلاج تأخذ هذا العلاج والله تقول لم يتغير ولا لحظة ولم يهنأ بجلوس لمدة ثلاث دقائق إلا في رمضان هذا بعد الارتزام بدأ يجلس لمدة ساعة ونصف ابنها هادئ وسليم والله ما هو إلا هي عظمة الاستغفار فسبحان الله يعني شوفوا الاستغفار أغير أمور بس الله سبحانه وتعالى يعني بها لا لحظوز ولا الشهادات قدرت تغير مثل ما يغير الاستغفار هذه مسألة مسألة ثانية والله أنا ليست في مفسرة أحلام وكل أخواتي من العراق ومن خارج العراق يسألوني عن التفسير والله أنا ليست في مفسرة فأنا عبدة وسيطة إنسانة متواضعة لله والله يعلم حالي ما هو لكن من باب التناصح ومن باب المسلم مرآة مرآة المسلم فعندما قطفنا الافتزامنا بسورة البغرة والاستغفار أخذنا على عتقنا لنبلغها للناس ما بلغوا عني ولو آية نعم جزاء الله خير بالنسبة للرؤى كمان أنا بستمعبر للرؤى ولكن الرؤية يعني مش رايحة تبين إنه يعني الرؤية على ظاهرها بأغلب الأحوال على ظاهرها ستبين لك يعني إن شاء الله إذا في مكان سحر كذا أمور إن شاء الله متبين لرؤية لأنه لا يمكن نتيجة رؤية وتفضح شخص بموضوع معين نعم فإنشان نحن ننتبه طيب نسمع هذه الأخت التي كانت لا تستطيع أن تستغفر يعني موضوع شوي متشعب بدي يطول الدرس بدي يطول الدرس بحاول اقتصره مش عمال يزبوط إنشان نفهم شو مشكلتنا إحنا مشكلتنا إنه إحنا هنا خليني أنتقل إسرائي هاي الخارطة إنه يعني التعطيل الذي كان عندنا وروحنا عند راقي وروحنا والله هذا كله كلام أنا مسؤول أمام الله وقمنا قيام ليل عن شان الله يخلصنا منه وذكرنا الله وكانت التسبيع على لساننا صلينا قيام ليل صمنا اثنين وخميس يعملنا أعمال من الخير يكفلنا أيتام الحمد لله بالعلم تصدقنا يعملنا أشياء من أكثير من الأعمال أكثير من الأعمال لكن هالأعمال ما هي وصلتنا للوجهة التي نريدها والله جل في وله عطى لنا عطى الأمورنا عطى الأرزاقنا عشان ننتبه لشيء ما هو هذا الشيء هذا الشيء إنك أنت تعبد الله وتعرف أن الله هو صاحب الأمر في الأول في الآخر طيب الاستغفار الاستغفار شوف يهو الاستغفار الاستغفار فيه وما كان الله معدمهم هم يستغفرون أول إيش لا يمكن أن الله يعدمه يستغفر والاستغفار أنت سينتهي كل همك كل الضيق الذي عندك طيب إحنا طب عرفنا أن الاستغفار بهذا السهم هذا السهم الذي هو هنا أنه عرفنا أن السهم ييته هذا السهم الذي يودي إلى مكة يعني هي الوجهة الصحيحة لكن هل الوجهة صحيحة يعني هي سلسة لا في مطبات في ستمر في وديان في جبال في مشاكل في تسلط شيطاني في أمور بالطريق لربما يحصل معاك المطر مطر الاستغفار ولربما في الطريق انت بعدك هنا انت لازلت هنا انت مستغفر هنا وانت لازلت هنا لربما أربعة أشهر وانت هنا لكن الطريق صحيح انت عارف الطريق الطريق انت بالطريق الصحيح فلا تستاجل يا أخي وتبقى تبحث يعني مشكلتك الكبرى هي انك انت تكون أمين معاي أمين معاي أنا عنشان تبين لي والأمان هي طبعا لله لان انا بقول لك اترك الذنوب ولا ربما انت مصر على ذنب وانت بتقول لي انا عندي تعطيل ولا مش قابل انحل طب انا اعطيتك الطريق بفضل الله والطريق هو مبين هياته الطريق مش هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا اي طريق من هؤلاء الطريق هو لازمنا الاستغفار فبدأنا نستغفر نعم في مطبات في مشاكل بين العائلة في أمور تعطلت لربما تعصرت أكثر لربما امتحان نعم لربما الله مطرك ورأيت المطر وكمان مطر وكمان مطر ثم بعد ذلك لربما انحلت مشاكل لكن لم يقضى دينك في مشاكل أخرى فرجت انفراجات راحت بال أمور هكذا لكنك هتسير بالاتجاه الصحيح مع الاستغفار انت لازم الاستغفار ومكتم الاستغفار وانت لازم الاستغفار وانت بالطريق الصحيح انت مش عمال لا تتجهي يمنة ولا يسرى انت باتجاه الصحيح فاستمر أخي ترك الذنوب واستمر وستصل ستصل يوما ما انت على الطريق الصحيح انت بالطريق الصحيح لا تيأس هنا مكة لا تيأس هنا مكة مش رأي اذا ذهبت لمكان آخر ستجد ليس نفس الطريق نعم سلكنا هذا الطريق ووصلنا بفضل الله عبيت هذه الخارطة لأن الدرس كنت بدي أعد لشيء آخر لكن هذه الخارطة ما بدي أضوحها إنك إنت عندما تستغفر الله سيرزقك المال موجود في الاستغفار الولد موجود في الاستغفار الصحة موجودة في الاستغفار هدات البال موجودة في الاستغفار نعم هناك تعطيل لربما الله يريد منك أن تصبح داعية إلى الله داعية مما وجدت مش مما قرأت يريدك أن تدل الناس على الخير كيف الناس تصل إلى الله كيف الله يعني لماذا الله يعطي الأمورها وكيف الحل فهذا أنا أحبت أن أبين لك أنت تسير في الطريق هذا اسمه الاستغفارية الاستغفار ماشينا نحن مع الاستغفار مع الاستغفار مع الاستغفار لربما هنا قلنا لربما في مرحلي هنا نأخذ سورة البقرة مثلا أنشان نستفيد أكثر وأكثر من الاستغفار والطريق لا زال صحيح الآن أريد أن أتكلم عن سورة البقرة بعد أن نسمع هذه الملاحظات إن شاء الله في قصص وإن شاء الله نستطيع هذه الأخت سنتكلم إن شاء الله خليك هذا الدرس أنت ماشي أنا أنا تبت أنا خلصت الظنوب أنا كنت ساقط تحت المشاهير مسلسلة غنانة طرب إعراس أروح على العرس على الأفراح وظلني من الصبح لآخر يليلا الله ولا الله كله فرح ورخص وطرب النساء فليتقوا الله النساء في تعليقهم النساء يعني يتهاون كثير جدا 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 في موضوع التوبة ولزوم أوامر الله ثم يقول الوضع صعب ولا زال السحر متصلت عليه تراها تذهب إلى الفرح وترقص ما يكون ما بين أخوات هناك ما يكون يعني لربما عري هناك كمان لربما هناك يعني الله أكبر ما لعنه رأت نعم أمور عجيبة وأنت موجودة ومبسوطة طيب أنت المديني أنت المتديني لموجود في هذه الحفلة هذه الحفلة الرقص والطرب شو بتقولي للناس تعالوا شي طبيعي أي شي طبيعي إحنا كمان المدينات من شرك بهذا الأمر فهذا شي طبيعي لا يغضي بالله وهتظن إنك ستفرج لك لا لا إحنا بدنا نمتثل لعوامر الله إحنا أن نصبح السواد الأعظم الأم في ذي للأمم النساء نصف المجتمع النساء متهونات جدا 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 ولا ربما سبب الانتكاسة هذه الأمة طبعا الرجال ما أخذوا دورهم وضيعوا القوامة وضيعوا كل شي نعم ولكن العري والتكشف والتبرج والغناء خليها خليها لالله تعرفوا شي يا جماعة إحنا جماعة إحنا جماعة أقسم بالله يعني عجيبين عجيبين إحنا جماعة عجيبين نبحث عن أي نصر تبحثه أنت يا أيها المستغفر الله بيين لك أنك أنت سيؤويك إلى كهف رحمته أنت التائب سيؤويك سيؤويك إذا أمرت بالمعروف نهيتها المنكر أنت مش فقدتك تستغفر أنت لن يؤويك الله لكهف رحمته إذا لم تأمر الناس إلى المعروف فتنهى من المنكر وإلا بدك تروح أنت على هذه الصهرات وتشارك أنت ولا تأمر الناس بالمعروف فلتنهى من المنكر وإنت موجود معاهم مبسوط ومكيف وهذا كلاته يغضب الله ملكاش يشهيند الله ملكاش فإذا حلت قارعة في المكان ستكون أنت أولهم نعم فلا أريد أن أوسع أكثر من هيك لازم أنك أنت تكون أنت يا مسلم يا مسلمي يا مديني يا لازمة الاستغفار تكون قدوي أنا لا أشارك في عليك يواجب بعض أخوك يا أختك بتقضي بتصقط الواجب وترحلي من تلك المنطقة ارحلي من تلك المنطقة منطقة لا يحبوا الله دعم إذا فيها تبرج ورقص وناع وطرب يعني ما لا يقره الدين فإرحلوا لبسك منظرك شكلك كلك ما تقول لي الوضع الصعب وأنا الأسحار بسلط عليه لازلت أستغفر نعم الأمور تحلحة لكن بعد فيه طب هاي التريتركي مع الله بدي إياتك تتركي وتكوني مسلمي من رئالي دين الله والشاب والشاب صبيه كله نفس الشيء يعني فمهم جدا ولا انظر إلى الناس من حولك ثم أنت بتفكر يعني وكأنه الله بدو ينصر إذا الله بدو ينصرنا في هذا الوضع اللي احنا فيه معنى الله أدنى للربا أن يستمر وأدنى للتبرج أن يستمر وأدنى للغناء أن يستمر وأدنى للسقطات والإباحيات أن تستمر والله جل فيه يبدو 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 يدنى لله يبدو يدنى لله جل في علا التمكين على طبق من دهب فقط بمجرد أنك أنت بتستغفر أليق هذا في الله جل في علا أن يقدم لنا هذا التمكين لا ربما في بضع أشخاص هم على حق الفاهم يفهم أليق الله أن يمكن لك في كل هذا التبرج والتكشف والعري وغطية الأرحام والغيبة والنميمة والحقد والحسد والربا ووووووما أليق ولا الله سيطهر لكن الله قد يقلب الموازين في دقيقة الحمد لله رب العالمين عندما أدخل إلى القناة وأجد أجد مستغفرين وجدوا ووجدوا ووجدوا خير ووجدوا فرج ووجدوا الشفاء ووجدوا ضالتهم في الاستغفار والتوبة والرجوع أفرح لأنه بالأول كنت أنا أتوب ولكن لا أجد شيء كنت أتوب أحاول أتوب نعم ما كنت يعني لما أنت بتفهم أنه سيد الاستغفار محالك كل شيء فأنت مهم مسموع لك تساوي كل شيء مانا هذا هو الفهم الذي فهموني إذا أنا أريد أن أفهم أن صيغة الاستغفار الله الذي لا إله إلا هو الحي والطرف فقط نستغفر الله بهذه الصيغة والله يعطينا الأجور العظيمة وما شاء الله لنا أمي لا يا أخي يا أخي انظر حولك انظر في بيتك في زوجتك في أولادك في عيلتك في عارتك في بلدك في التلفاز لما بتنظر بتشاهد المسلسلات للانهار عوري وتكشف وإقيامه قائمة يعني والأم كلها مبيوعة نعم الله يسلط علينا الأمم الأخرى حتى يهدقونا يسومونا يسومونا سؤال عذب لعلنا نتوب لكن المستغفر سيرحمه الله الذي يأمر بالمعروف إنهاء المنكر مفهوم الذي يأمر بالمعروف إنهاء المنكر لأنه لا يمكن أن يكون يأمر بالمعروف إنهاء المنكر ومغموس في الحرام لأن عنده ما يأمر بمعروف إنهاء المنكر عشان يكبلغوا عني ولو آية بدكت إيش آية فتعرف الله من خلالها وتصبح مرآة لدين الله مما وجدت من عظمة الله عظمة الاستغفار عظمة القرب من الله والله بدأ يفتح عليك بيّنت لك إنك التسير على الطريق الصحيح إن خلعت كل هذا وجعلت وجهتك هو الله وتسأل الله يا رب يا رب يا رب نعم ولا تشرك بالله وكل شيء عندك هو من الله ولله ولا تنسى فضله لغير الله ولا لنفسك أنت موجود هنا ما تسمع الله جاء بك لا تمنى على الله لا استغفارك ولا قراتك للقرآن ولا ذكرك ولا أي شيء لا تمنى على الله إياك إياك لستة أشهر قول الحمد لله لو كشف الله لك الغطاء عن ماذا فعلت أنت بهذا الاستغفار هيئة هذا أخ أخ كشف لك الغطاء عن استغفاره مدة بسيطة هذا الأخ كشف لك استغفاره مدة بسيطة وصلت إلى أكثر من ثلاث مليون استغفار من سبعة أحداشل 2023 اليوم وصلتني هاي رسالة بالله ما أجر هذول عند الله ما أجرهم عند الله ما كشف له الغطاء أنت بالظن أنه الله يرفع عنك فقط يرفع عنك هذين مسكين أنت أنت مسكين الوالد يعني يا جماعة بده طول الدرس الوالد الوالد اللي عنده عقارات وشركات وتجارات أو لربما أمير أو ملك هل سيعتي بابنه ويعطيه الملك ولا سيقصو عليه ويعلمه يعني كل أنواع يعني القساوة يعني حتى يكون رجل بمعنى الكلمة بيستاهل أنه يكون مسؤول عن هذه الشركة أو يدير دولة أو مؤسسة يعني يخذها يا ابني أنا أبوك وأنت ابني خلاص بجمعة بأسبوع بيخربها ببيعها كلاتها بفوتها على حرب بيطلع بلا ملك صح ولا لا ولله المثلي الأهلا الله يريد رجال يقوموا في هذا الدين صحيح منعك عن شان أعلمك عن شان أصير أنت معلم أنت ما في عنا نبي الآن فأنا نحن نعيش آيات كل واحد بعيش آية بيبلغها نعرف الله من خلالها بتغير حالنا بصير حالتنا طيبة أمورنا طيبة نعرف الله نسأل الله بيستجيب هذا حقيقة نسأل الله يستجيب يا أخي ابنها عنده إعاقة يعني عقلية لا يهدأ لا يهدأ عشرين سنة قدش قالت عشرين أو أكثر وهي مش غلباني شو تساوي بولد معاق بالله عليك شو تساوي يعني ولد عنده مش هك العقلية شو تساوي مع هذا الولد وبيخرب البيت وبدمر البيت وكسر البيت لا يهدأ شو تكتمل معه شو أهو بلاء ولا عقاب هي بي أنه ينهقب بعد ما لزمة الاستغفار هيد الولد هذا الولد شفتوا يا جماعة لا يعذب الله بيستغفر الآن هذه المرأة بعد ما لزمة الاستغفار عرفة طاظمة السفار ستدخل على البلاء البلاء اللي فيه أجر وجور 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 عند الله من الأول كنا عقاب لا يعرفين الله لا يعرفين لماذا تصيبنا لماذا هذه الأمراض لماذا لا نريد أن نفعل ولا شيء مع أي فلوس أريد أن أشتري راحة بالفلوس ما شرطها بالفلوس معها فلوس ما شرط راحتها في الفلوس معها شهادات ما شرط راحتها في الشهادات ما ساعدها شيء أن يرفع عنها هذا الذي كانت فيه مع ابنها لا شهاد ولا مال لكي تعرف أن الله يريدك أنت والله لو تركنا الله لحالنا والله لا كبنا في جهنم نعم أنا صحيح أريد أن أقضي الدين الله أحكم الحاكم الله يعرف قال ربما الله ربط على الذي هو صاحب الدين ربط على قلبه وأنت لا زلت حكلا أريد أن أدفع الدين أريد أن أدفع الدين والله يريد التصديق ومهما حدث يعني رسول الله ليس كسرت ربعيته ما هو رسول الله لماذا تتكسر بالله عليك لو كنت أنت مكان أبو بكر رضوان الله عليه وراء رسول الله الذي بعثها والله جل في علاء مكسر سنانه ربعيته وانا سنانه مكسرات والله لا يمكن واحد مثلك أو مثلي يقول أي رسول هذا وين ربه لماذا لا يحمي ربه صحيح لا وانت لربما تقول اليوم تقول طيب أنت بتستغفر ليش الله لا يحميك تم قوله رسول ليش هاجر رسول السلام لماذا اختبأ في غار ثور لماذا يعني كان يعني خروجه في التمويه نعم لماذا جعل سيدنا علي مكانه عندما خرج من الغرفة التي كان فيها وجاء عليهم كفار وقريج لماذا ماذا قال الصحابة بالأخص أبو بكر وعمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي ماذا قالوا عنه كيف آمنوا يعني طيب آمنوا وأول مطب أنه رسول السلام كان مطارد وين رب لكانت مثلا استغفر الله يعني بس أمثل طيب أنت ما أنه يعني مش عمال يتحقق معك الشيخ وين الله من الاستغفار ولا استغفار أخي الكريم هذه الطريق إلى مكة مع الاستغفار ستصلها لكن المشور فيه طول لربما أنت أسرع مني أنا أسرع منك لربما في مطبات لربما أنت كنت بساو مشاكل أكثر مني نتفاوت نتفاوت في الإيمان نتفاوت في التصديق فالله يريد أن يبني منك رجل ما بنفاهم أني أنا أستغفر استغفر الله استغفر الله مطار الله أكبر أجاء واحد مع قبال الدين يلا يا جماعة كل واحد يمسك مسبع ثلاث دقائق والأمور تنتهي أي دين هذا 23 سنة والرسولة السلام مطارد مطارد ويتنزل عليه القرآن ومن أعظم آي أنا قرأتها يعني وقش عرى لي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علمه بتخيل الرسول الله السلام يقرأ هذه الآية وهما مطارد ويتربصوا به الأعداء ويريدون قتله بالله عليك كان جاء في القرآن كله كتاب واحد مرة واحد وخلص من الموضوع شانده والعياد بالله أصابوه شيء خلص وصلة الرسالي لكن الله جل في علا فقل له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علمه فسوحان الله يعني هذا أنه يعني نزل في 23 سنة القرآن نزلها طبعا إلى سماء الدنيا دفعة ثم شوف الأحداث فيا أخي الكريم الله يريدك أن تكون إنسان مسلم مؤمن تعرف تتعامل مع الله وتدل الناس على الخير وطريقك بالاستغفار أنت مشيت صحيح لا تجعل أنك أنت تتشدت أنا أنا لما بدأ أصلي أصلي هذه القبلة هذه القبلة كيف أنا جالس طبعا هذا بدأ أمشي بدأ أروح على مكة مشيا طبعا بدأ أمشي هيك بدأ أمشي بهذا الاتجاه أروح له هيك على ذلك الناحية لذاك الاتجاه لما ماذا يجب في ذلك الاتجاه في بحر مفهوم فأنت بالاتجاه الصحيح الطريق طويل عليك مش بتعود على المشي كنت مترف كنت مكيف كنت مبسوط طلعت من الحفلات كنت غرقان في ديونك لما كنت أنت تلعب بالفلوس وغرقان بالشهوات ومكيف على النساء وعلى البنات وعلى الأغاني وعلى الطراب ويقولوا لك اتقي الله ما كنتش تتقي الله كنت مبسوط لما الله وقف كل شي فأنت بدأت صعبة عليك مخشش الرسول عليه السلام قال اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم فأنت مخشن مخشش اخشوشنوا مخشوشنت بقيت مطرف مناعم جاءت السيعة اللي خلص عليك الجيون نعم حاولت تفك كربك في الدين في الفلوس فاندنت أكثر وأكثر بيعت العغارات ما فهمتش إنه موضوعك إنك أنت تسيء الأدب إلى الله وتدنب وتظن إنه فلوسك منك مناسب كل شي لنفسك فخلينا نسمع عشان بالفيسبوك 35 دقيقة بنتهي التسجيل نعم هذه رؤية هذه الأخت رأتها فتتكلم عن كثرة الاستغفار أختي أمر فيضا في موضوع كثرة الاستغفار كنت بزاف جيني في هكا ما أعطي أنشوها في اليوتيوب على تحديد العدد كل واحد كيفاش يقول إنك تستغفري بخشوع وقلص الاستغفار أو بالاستغفار كامل أحسن منك تستغفري بأعداد وأنت ماشي مركزة سبحان الله في يوم العيد الثاني يوم عيد الفطر الثاني بالذات والله إني في بنامي شفت بنام على أني في مسابقة أو على أني في تحدي من هو الأحسن كثرة الاستغفار أم الاستغفار بقلة وكلفتك لبنام هذا شغط شفت أني نستغفر 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 قدر كثيرة 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 حتى رجل اليسرى هذيك شغط تبتت فيها أعراض أنك ألام كثيرة في رجلي تخرج من رجلي سبحان الله كأنه رد على سؤالي كأنه رد على سؤالي بأنك كثرة الاستغفار حاجة عظيمة وأنك كثرة الاستغفار هي اللي فازت سبحان الله في ذلك من المتاعي كنت أنا بدت نقول سبحان الله كنت كما كل ما تفطن عيني لقى روحي نستغفر قدير على السؤالات اللي كان دايما جيني ولا مفهمت ولا مفهمت وش المغزان المهم اللي فهمت أني في ذلك من المنمش نكتر الاستغفار في المعنام يعني الطريق اللي أنا علي حنا يا سبحان الله والصح والله طب يا أخوة الكرام لربما أني أنا أتبئ درس آخر بموضوع سورة البقرة أربع مرات أعتذر لأنه طالي الفيديو خلني أسمع الخصة الثانية سأخرج لأنه سيطول لأنه إذا نزل هذا الفيديو على الفيسبوك 35 دقيقة انتهت فمش رايحين يفهموا شو بتكلمت عن سورة البقرة فإحنا إن شاء الله مع الاستغفار لا يعذب الله مستغفر إحنا بالطريق الصحيح صبر جميل سترى انفراجات سترى مطباط هذا عشت أنا وعيش المتابعين ولو كشف الله لك الغطاء ماذا يعد لك الله لا قلت يا رب لا تفرج عليه نعم لكنك أنت الآن بدي هذا الأمر ماذا يقول أهل غزة دائما نقول ماذا يقول أنت يقول كذلك إن شاء الله إنه أمرهم إلى خير وأنت أمرك إلى خير إن شاء الله القليلين أنت وجدت ضالتك كما إحنا كنا نتابع الدنوب هي الطامة الكبرى وعدم معرفة الله هي الأكبر والأنكى هي أنك أنت لا تعرف الله والله يريد منك أن تبلغ آية عنه من آيات التي ذكرها في كتابه نجد اسمها هذه الأخت لماذا لا تستطيع أن تستغفر ثم لزمت الاستغفار والله فتها عليها بالاستغفار الحمد لله رب العالمين هذه الأخت لم تستطيع بالبداية أن تستغفر تسمحها الآن ثم من نسمح كيف كانت بدأت تستغفر ويستقيم أمرها إن شاء الله نسكو بجيت لألمان ونشي نفوت على السلام بأختي أنا كيف بيت صفت لك الميساج أنا مشيت كما مغني لكن نسكو بجيت لألمان ونشي نفوت على العينية فاكي نقول أستغفر الله ما نقدر أستغفر 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 الله أستغفر الله أستغفر 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 سلام عزي Dulه عزي Dulه عزي Dulه الحمد لله الآن صوتها بعد مدة انو مني لزمها الاستغفر تغير حالها إن شاء الله عزي裸 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 من شر في الحقي اشتركوا في القناة 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 مشوار طويل شوي قد يقصر بسرعتنا بقتل قلة دنوبنا نحن بكثرة طاعتنا قربنا استغفارنا همتنا تصديقنا فهمنا الدرس فهمنا على الله شو بده الله منا في هذا الاستغفار فهمنا اننا نبلغ اي مش فقط من نقضي الدين مش فقط بده الولد بدنا نبلغ دين الله وكون انا على خلق حسن وانا لا اتواجد اين يسخط الله ولا اكون في هذه الاماكن التي لا يرضاه الله ولا ألبس ما لا يرضي الله ولا أكل ما لا يرضي الله ولا أخذ القروض الربوية ولا قاتل للأرحام ولا كذا ولا كل هذا وبعدها أبشر أبشر يا أخي الكريم فنحن نتفاوت وهذه القصص تسمحها هل يوم فكرت ان يكون عندك مثلا عشر مليون استغفار في صحيفتك هل يوم فكرت كنا نستغفر في الماضي لربما باليومين ثلاث مرات باليومين ثلاث مرات ثلاثي وننصلى ونمشي هذا جميل الحمد لله رب العالمين انت على خير ستصل الى مكة يعني ستصل الى النقطة الى قضاء الدين الى الحياة الطيبة وستبلغ الآية وستكون من خير أمة أخرجة للناس ولا سيكون أمرك على خير الله يزيكم والخير بارك فيكم سأتكلم ان شاء الله عن ابطال هذا التعطيل لمن تاب وآمن وعمل صالحا لكنه لازل بتعطيل ولماذا هذا التعطيل؟ لأنه الله بيدوه على المكة الله بيدوه على المكة من فعشة تظلك انت تفهمش اشي الناس ما كانتش فاهمي اشي كانت تقرأ بالكتب واحد يقرأ عن الثاني اقرأ 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 من عمل ولا حدا هذا حل الكلامك وانا حل الكلامه العالم بفلان يعلما كل واحد يحل الكلام الاخر من الذي عمله؟ ابن تيمي عمل الصحابة عملوا التابعين عملوا بما قالوا عملوا بالاستغفار سيدنا بوريرا كانت استغفر 12 ألف مرة ابن تيمي يقول كانت اذا اشكت لتعلم مسألة كنت استغفر الله ألف مرة ابي ابن كعب يقول اصلي على رسول الله فلازم الاصلاة على رسول الله فهكذا كانوا عاشوا احنا بقينا نتكلم ماذا فعلوهم اليوم رجال الزمان اللي احنا نحيش انشان نعلم البشرية بإذن الله تعالى كيف يطبق كتاب الله وكيف نقطع ثمار كتاب الله وكيف نعرف الله من خلال الآية كانت بالأول تنفى نسخ الله اليوم ما بتنفى دعيشها لان اجي اليك وقل لك هذا ماذا سيتعتمن لانشان يصير في اتقى في دين الله وفي اتقى في الله واثقى في نفسي في ديني اني انا على الحق وان مكة بهذا الاتجاه يعني البوصة اللي تبعتي صحيحة سأصل إلى مكة بإذن الله تعالى وان شاء الله سيكون أمري على خير وعرف الله واموري طيبي من عمل صالحا من ذكرنا وانت ومؤمن فليحيانه حيات طيبة انقرات الذكر المضاعف الي اجر وانقرات الفاتحة الفاتحة اربع مرات وكأنني ختمت القرآن وانقرات قل هو الله حتى ثلاث مرات كأنني ختمت القرآن واذا قرات آخر آيتين من سورة البقرة كفتاني وهكذا الله يبدأ يعطيك كل شيء اليوم انتي اليوم تشيج لك اليوم انتي بعدك مغموس في دنوبك حتى يستقيم أمرك وتبدأ تبلغ مش في شو بقول أبو أحمد شو انتي وجدت جميل انك تدل للناس اللي أنا على خناتي لكن بدك انت تعيش حتى تبلغ ما بيقول اللي بقول أبو أحمد وتخرج للناس وتمر الناس بالمعروف وتنها المكرارات هذه الفيديو بطول لكن سنأتكلم إن شاء الله بالفيديو الآخر إسا عن سورة البقرة ونبطل هذا التعطيل إذا إحنا أمورنا ماشي ولكنه فيه لازل التعطيل أربع مرات سورة البقرة اشرع فيها سينزل معك ورد الاستغفار قليلا يعني أربع مرات أربع من سعتين ونص نعم سعتين ونص خليهم تاسعة طيب وباقي النهار ما تكساوي ما أنت بالشغل بالبيت بالسيارة بالسوق عند أمك عند أبوك رايح جاي متنقل أستغفر 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 تجلس جلسي تقرأ صورة البقرة مرة واحدة داخل البيت من المصحب بصوت مسموع بصوت مسموع و نعم داخل البيت من المصحب بصوت مسموع مرة واحدة هاي داخل البيت وممكن أن تتم الباقي في المسجد أو الباقي كله بداخل البيت وممكن أنك تقطع يعني تقطعها يعني نصفها ثم بعدين ترجع تكمل نصفها نعم هكذا لكن ممكن أنك تتمها على جلسة واحدة أنت حر مفهوم لازم نكسر القفل الثاني الذي معطل علينا حياته وبطل كل الأسحار التي عندنا نعم بأربع مرات إلى متى بتشلح السقطات بتعرف حالك أنك خلص السقطات خلصت كل هذا الذي لا يرضي الله قرفته أنت قرفت خلص أنا أريد طاعة أريد قرب أريد يحب أقرب إلى الله هذا هو مفهوم شو بتسوي لي سوسرة البقرة بأمرات ستبطل كل الأسحاري بدل من أن أتنقل بين الرقا بأخذ على حيالي محمل الجد لكن ما يجي واحد يقول لي أنا ما عنديش وقت ما عنديش وقت هذا أمرك مش أمري أنا أبين لك ماذا وجدت وكيف نعيش هذا الأمر فالمستغفر لا تبقى تفكيرك أنك فقط تقضي الدين ويأتي ولد ويأتي زواج إذا الله كتب لك سيأتي كل شيء لكن خلي البوصلة متوجهة إلى مك يعني إلى رضى الله إلى ردوان الله إلى معرفة الله إلى أن ننشر دين الله ونبلغ آية عن رسول الله نعم ونكون من خير أمة أخرجت للناس ولا نشرك بالله شيئا ونأمر الناس بالمعروف وأن ننهاءها عن المنكر مفهوم ما هو أنا الله بيعدبني في سقطات لا استطيع تركها فالآن ندخل على سورة البقرة أنشى من أفعال سورة البقرة هي تحلق هذه لأنا تحلق هذه السقطات كلها أفعال سورة البقرة إذا أكثرنا والمدي شاريا ثلاثة أربعة خمسة لا أدري بالزبط نتفاوت الاستغفار لا يترك أبدا أبدا حتى تلقى الله لو بألفين لو بثلاثة ألاف استغفار وسورة البقرة لا تترك إلى الأبد ولو مرة واحدة في اليوم لكن عشان تقطف الثمار الصحيحة ابدأ في أربع مرات سورة البقرة خفف ورد الاستغفار خففه ألفين ثلاثة خمسة لكن اجتهد عشر عشرين زيد لكن المركز إذا الآن ننتقل لسورة البقرة إن شاء الله للذين قد بدأوا بالاستغفار لماذا اليوم يبدأوا بسورة البقرة لا نحن بدنا نبدأ بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله نعم ومراقبة الله في كل صغيره كبيرة عندما نقطع شوط ننوحة سورة البقرة لكي تنهي هذه التعطيلات إن شاء الله ويصير عمرنا على خير ويصير نتعلمنا ما معنى الشياطين ما معنى الاستغفار ما معنى سورة البقرة ما معنى أخذها بركة شوانا تركها حسرة شوانا لا تستطيعها البطرة كيف تبطي الأسحار كيف تهلك هذه الشياطين كيف تنتقل أنت من عالم علم اليقين إن كتاب الله صح حقيقة إلى عين تراه أمام عينيك جزاكم الله خير بارك الله فيكم أعتذر الفيديو تنقلنا فيه ولكذا لن نبين قصص المستغفرين حقيقة الاستغفار كل هذه الأمور نعم شفاء هذا الولد يعني تخيل انت عشرين سنة ثلاثين سنة عندك ولد عندك ولد معاق عقليا يخرب لك البيت كل اليوم ما تفعل تحب ابنك هذا ما تفعل ابنك عندك ابن مدمر الحارة مخرب الحارة قد فحسب ما ستفعل ماذا تفعل هل يعقاب الله يغير الواقع لا تستعجل كنت تعمل ماذا أريدك في الماضي حيث لازمت الاستغفار رفت الطريق من هنا على مكة رفت الطريق اتفكر من هنا مكة اتفكر من هنا لا كنت نعرف من هنا الطريق من هنا ولا لا استعرف ما من هنا الطريق نعم لا نهجر كتاب الله فلا يقولنا أحد ما لم نخل أنا لم أقلت لك لا تترك القرآن ولا تترك أي شيء أنا قلت لك طبعا صلاتك في وقتها وأول ما يحاسم العبد على صلاته فان صلحت صلاته وصلاحت سائر عمله أخلاقك صلابة لا أخلاق ملحش قيمي يا رسول الله أن تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانه في لسانه قال لخير فيها في النار نعم والذي صلى وصام وزكى وحجة وسب هذا وشدم هذا فأفلس بالآخر والذي خل في محاري من الله وانتهكها كمان جعل الله أعماله أباء منظوره فبصورة البخرة سيستقيم أمرك امشي إن شاء الله ستصل أنت بمليون مليون خير لكنك يجدي في حديث الأرشال السلام من عرفني في الرخاء عرفته في الدراء لكن لا ما عرفنا الله في الرخاء يعني أنت حالتك ميسرة وأمورك طيبة كنت تصلي كنت تصوم كنت تصدق كنت تعمل أعمال بر أعمال حسنا لا أنت كنت مضيح أم خرب الدنيا فأطبق الله عليك كل شيء ولما جاءت ساعة السفر ما معك رصين ولا شيء مليح إلا الله قبلك تقول الحمد لله والله لا مليح إلا الله يقبلنا والله يا جماعة دائما رد الفضل لله لا تقول صلي شهرين وصلي أربعة بالليل بالليل بجو في الليل ابكي لله كل يا رب طال علي أنا عبدك الفقير لا أستطيع أنا مديون لناس عاهد الله إنك لا تعود لما كنت عليه ومكروا ومكر الله والله خير ومكرين نحن نمكر إذا أعطانا الله خلص بطلنا استغفار وبطلنا قراءة القرآن وصلنا نؤخر الصلاة ونسبنا تجارتنا التي عادت إلى الحياة إلى شطارتي وهذا يغضي بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمر إن شاء الله بالقرب وأنت على طريق الحق كنت إن شاء الله لخير وتذكر إنك بدك تبلغ جئت لقناة تبلغ آية ما أخذك الله إلى تجارة السيارات ولا إلى تعلم الطب أخذك إلى بلغ عني ولو آية يعلمك كيف تبلغ آية كيف تعايش الآية نعم الجندي بالحرب بصير حرب عقلية بالأول بيكون كي بقولوها إسلاح كله كذب بالآخر بصير حقيقة فإنت بدك تكون بالحقيقة هذه هجوم الشيطين وأمور والديون وكيف الناس تطالبك وهكذا كيف تخرج رجل وعندما نكون رجال إن شاء الله رجال نحن النساء والرجال سيمكننا الله ويمدلكم بأموال وبنين وهذا التمكين هذا التمكين بالاستغفار الاستغفار يأتي بالتمكين فلا تستاجل تظن اثنين ثلاثة بدين نصر مليارات والله لا نستحي من الله والله إحنا منطوش على شبر مي إحنا منطوش الطوش يطوف على شبر مي نطوش على كلام الأمي تعباني الأمي الله اللي بيعاقبها الأمي بيعاقبها بأيدي أعداءها الأمي أجلكم الله أجلكم الله صرصور يغلب أمتنا الآن صرصور يغلبنا ينزع الله المهاب من قلوب أعدوكم منكم الله الذي نزع إحنا أمي بيعينها إحنا أمي لا نستحي من الله ابدأ يستحي أنت ابدأ عن شيئا لما يجي بطش ربك لا يطولك نعم ما طال أخونا إحمد النعناع عندما بطش الله في هذا الزلزال أنا لا أقول عاقب الناس لا أقول ما قلت لكن إذا أجل زلزال يستعليش فأسأوي أنا يعني أقول هذا يعني خلص هيرحمات تتنزل علي ما هو الله ما بطشش فيه الأخونا الله أعلم يبعثوا على نواياهم كل واحد ماذا كان يفعل الكلام يطول خلينا نستحي من الله ولا نتجرأ يعني إذا أنت بتقبل إذا بتقبل الآن يأتي تمكين على العريلة نحن فيه والتكشف فيه وعلى الإباحيات وعلى السقطات وقطعة الأرحام وعلى الغنى وعلى الربع وعلى السب والشتم والقطيع والحسد يأتي تمكين علينا هكذا أيقبل الله أن ينزل علينا تمكين نحن جمعها والله إذا نستحي لا والله إن شاء الله نصير نستحي الله يبارك فيكم يرضى عليكم لكن أنا أرى سوادي المستغفرين يزداد الدائبين لأن الله أطبق علينا ومنعنا وفتح لنا باب الاستغفار فنحن نمشي فاستعجل و و ها إركاب سارع وسترى الفرج إن شاء الله إنما معدهم إذا تبنى إلى الله الصبح أليس الصبح بقريب هذا يقلب الله الموزين في دقيقة لكن لما تشوف أنت أنا بدأت أرى صراحة أنا بدأت أرى خواتم التسبيح في كل مكان والله بدأت أراها والفضل كله لله ما إلا فضل ولا شيء ولا إلي ولا شيء هذا عطاء من عند الله الله يشawlner أنك تساوي ورد استغفار وهو أحتمل استغفار مضاعف الله أعطيك استغفار مضاعف ويعطيك استغفارات المليارات مثلا وعطيك بقي استغفاركم zust التي أتذناrating الي أن أتكلم هنا الله اللي أعلمني الله اللي جاء بي الله اللي وسأ أنطق لساني الله اللي أكلمني سأتذلك كل شيء وك limits استغفار مضاعف والفضل كله لله والمنصة هذه لله والإنترنت كله لله والموبايلات كلها والبلس وسويちら كله من عند الله فلا نعمل حال نشحي عندما ترى سواد المستغفر كثر أبشر 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 لأن المستغفر كان ممنوع كان مكروب المستغفر وجد ضلطه في الاستغفار والتوبة والرجوع عرف أنه في ذنوب لا يمعها الله لا بسيد الاستغفار ولا بالاستغفار المضاعف ولا بأي شيء وقف إلى هنا وبس انتهى الموضوع معاك أنت تتجرع على الله بهذه الذنوب أنت لست إله لك أنت توب تأتي صاغرا إلى الله وتعرف أن لك الرب يراقب ولا يقبل إلا من الطيبين ويريدك من أهل دينه تدل الناس على الدين حق طيب في يشرب في يشغناء في يشطرب في يش إباحيات في يش سقطات في يش عري في يش شيء ما فيه فيه أخلاق عالي جدا جدا فيه ش علاقات محرمي فيه تعامل كل حلال هذا الذي يريده الله مننا عندما تكون انت مرعاة لهذا الأمر وانت لا تتعمل بالتعرف ولا بشيء أنت تأمر من حولك والباقي على الله سيدنا نوح سيدنا نوط لم يستطع أن يدل زوجته أكثر من أنه بينا لها وسيدنا نوح ما استطاع أن يدل ابنه يا ابني كمانا قال ساوي إلى جبل ناصر أنت بتبين والباقي على الله نعم فأنت تأمر بالمعروف قال لما تعيدون قوما الله مهلكهم أو معذبة عجابا أليمة قال معذرة إلى الله حتى أن نجي نفسي أنا بنجي نفسي إذا أمرتك بالمعروف نهيت فأنت تأمر في بيتك وان شاء الله الله لا يريك شر في أولادك ولا زوجتك ولا بيتك ولا حولك ان شاء الله كل من يعني بوجع قلبك إذا فيه شيء سيغير الله حاله بعد الاستغفار وشفنا ورأينا آلاف عشرة آلاف القصص الحمد لله رب العالمين الله يبارك فيك وردى لكم وأعتذر على الإطالة سأتكلم أن أربع مرات سورة البقرة ناقضي على هذا التعطيل وهذه الأسخار التي تغص حياتنا والسبب الله يريد أن يعلمك متى يرفع البلاء عندما تعرف أنك كانت في مدرسة اللهم ما لي ربي فيك الله يعلمك إن شاء الله يخرجك لتأمر بمعروفة تنهاء المكر من أمور حقيقية عشتها مش من أمور قرأتها فقط قرأت وقرأوا وقرأوا يأتوا بقصة مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال قصة الإمام أحمد كم المئة سنة صلى الله طمعنا على اليوم عندنا عشرات ألاح القصص جزاه الله خير الإمام أحمد وهي مشابه لك نفس القصة الحمد لله رب العالمين عندما تعيش ستجد ألاف بل عشرات ألاف القصص ستجد أمة تنهض ستسود العالم هذه الأمة بالاستغفار بالتوبة بالرجوع وتعرف أن الله يراقبها والله يعطي لنتيتني عبدي مشي نتيتك أرولا وأنت أقبل على الله بأنك لا إذا العبدي تقرب إلي بالنواف حتى أحبه في حديث من عاد لي وليا فإعمل كل أمل الله ذنوبك بتحطم أمورك بتحطم كل أمالك مفهوم؟ فهي شوية صبر يعني شوية صبر وإن شاء الله ستبدأ الفتوحات الله يبارك بك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر